تقع السويسرا في قلب أوروبا إنها بلد صغير وكبير في آن واحد صغير بمساحته لكنه كبير بجمال طبيعته وكتنوع اللغات وثقافات فيه تتنوع فيه المناظر الطبيعية أيضاً من جبال الألب الشامخة إلى الغابات الكثيفة مروراً بالأراضي البور الغامضة والشلالات الهادرة لسويسرا وجوه عدة بعضها مألوف وبعضها خفي فسويسرا بلد غني بتنوعه وبراريه ومناظره الخلابة في السفوح الجنوبية لجبال الألب على مسافة ثلاث ساعات ونصف ساعة فقط بالسيارة من بازل تقع تيتشينو الجيب السويسري على الحدود مع إيطاليا يمتد الكانتون الجنوبي لسويسرا من السلسلة الألبية الرئيسة إلى واديبو في شمال إيطاليا تيتشينو موطن لكل مناطق الغطاء النباتي في البلاد ما يجعلها زاخرة بالتناقضات الكبيرة فمن أشجار النخيل إلى الأنهار الجليدية يصعب أن يتواجد تنوع في الأشكال والألوان أكثر مما هي عليه هنا فمثل جدار عظيم تمنع جبال الألب البرد من الوصول من الشمال وهكذا يتميز المناخ في الجنوب بكونه متوسطياً تقريباً فيما لا تزال أجزاء أخرى من تيتشينو مغطاطاً بغيطاء كثيف من الثلوج يكون الربيع قد سبق وحل حول بحيرة مجيوري إنه فصل الحواس جميعاً تتفتح الأزهار في مجموعة واسعة من الألوان وتنشر فصائل زهرة الكمية المتنوعة عبيرها الساحر في الأرجاء أزهار الماجنوليا قد تفتحت تماماً أيضاً وهي من أقدم النباتات في العالم إذ ما تظهره الحفريات النباتية أنها تعود إلى العصر الطباشيري رغم أنه ليس لديها رحيق فإن هذه الأزهار تحمل حبوب لقاح مغذية تجذب النحل الذي يحصدها بجد وسط متاهة من المدقات بحيرة مجيوري خمس البحيرة فقط تابع لسويسرا والأخماس الأربع الباقية تابعة لإيطاليا ما تشترك فيه تيتشينو مع سويسرا هو القانون الفيدرالي والفرينك السويسري ومستويات الأسعار أما كل شيء آخر فهو إيطالي اللغة والمأكلات والثقافة وطباع الناس خلال العقود الماضية جذب القرب من لادولتشي فيتا والمناخ المتوسطي المال إلى أحد الكنتونات الفقيرة للغاية واليوم تقف الفيلات الفخمة شاهدة على الثروة التي هبطت على المراكز السياحية في أسكونة ولوغانو والقاعدة هي كلما اقترب الموقع من الماء كانت ميزاته أكثر خصوصية إذ لا يستطيع الجميع تأمين وصول مباشر إلى الماء طبعاً هذا بالنسبة إلى البشر لكن على مرمى حجر من الفخام والرفاهية ثمت طبيعة بكر في الانتظار بولي دي ميجا دينو محمية واسعة هنا يصب نهر فيرزاتشا وتتشينو في بحيرة ماجيوري والأهوار موائل مهمة للحيوانات الأماكن التي يمتزج فيها الماء بالأرض مثالية للبرمائيات والزواحف يصبح ثعبان النرد غير المؤذي ويصطاد في المياه ويتوقف من وقت لآخر للاستمتاع بدفء الشمس سلاحف النهر أيضاً تحب الشمس انتهى المطاف بهذه المخلوقات الرائعة بشكل خارج عن إرادتها إذ حررت بشكل غير قانوني في البرية وهي الآن تسكن هذه الأرجاء تعتبر بولي دي ميجا دينو في المقام الأول جنة الطيور سواء المهاجرة أو المتوطنة هنا مثل البط الغواص الشائع والغطاص المتوج الكبير وقد لوحظ وجود أكثر من ثلاثمائة نوع منها هنا تعج المستنقعات بالحياة في مواسم التزاوج وتتميز باندلاع معارك يومية في أرجائها من أجل العشب وبناء الأعشاش تبني طيور الغطاص المتوج الكبير أعشاشها العائمة الكثير منها يرتكز على الماء وغيرها مربوط بجدوع الأشجار بناء الأعشاش عمل جماعي وخلال موسم التكاثر لا يتخذ طائر الغطاص المتوج الكبير إلا زوجة أو زوجا واحدا ويبني الزوجين عشهما المصنوع من الأغصان وتوفر الطحالب والأوراق بطنة مريحة للبيوت لكن التكاثر لا يحدث من تلقاء نفسه بدأت بالفعل عملية تكاثر طيور البط البرية على قدم وساق كما هي الحال غالبا في عالم الحيوان يمكن للأمور أن تكون صعبة إذ تغرق بعض طيور البط أثناء عملية التزاوج لكن لحسن الحظ ليس هذه المرة أما طيور الغطاص فهي أكثر أناقة إذ تبدأ بمرحلة من المغازلة وهذا يتبع طقوس رقص متقنة هز الرأس وارتعاش الريش مجرد بداية على كل منها أن تثبت أولا أنها والزوج متوافقان في الفصل الثاني من العرض يبدأ تسليم الهدايا وإذا قبلت هذه الهدايا يمكن للزوجين أن يبدأ الرقص مباشرة مع اقتراب المساء يحل الهدوء في بولي دي ماجدينو مجددا هدوء يمكن أن يجعل المرء ينسى وجود البشر معه تقريبا ولكن في الليل ومع الأضواء المنعكسة من بحيرة ماجيوري يظهر كم هي مقتضة بالناس هذه المنطقة عدد سكان لوغانو هو 16 ألف شخص فقط لكن في موسم الذروة يتضاعف هذا الرقم أربع مرات تنتشر على ضفاف البحيرة الكثير من الفنادق حيث إنها وجهة سياحية مرغوبة منذ عقود المتنزهات المجمسة على طول ضفاف البحيرة المقاهي والأزقة الضيقة الخلابة تدعو الزائرين للتجوال الثقافة والشاطئ والجبال بقعة رائعة لقضاء الإجازة للجميع بما في ذلك كل العائلة إنها زاوية تستخدمها شركات السياحة لجذب السياح لتصبح السياحة من أهم الصناعات في تيتشينو من الناحية الجغرافية تمثل بحيرة ماجيوري أدنى نقطة في جنوب سويسرا وفي منتصف البحيرة ثمت جنة عائمة إنها جزر بريساغو تخزن المياه المحيطة ضفء الشمس وتطلقه خلال الشتاء ما يجعل المناخ شبه استوائي في أغلب أوقات السنة تستفيد الحدائق النباتية الواسعة في الجزيرة الرئيسة إلى أقصى حد وقد يلمح المرء بعض الحشرات بين النباتات بحر من زهور الرندرة في منطقة صيد هذه السحلية يمكنها تحديد فريستها فور تحركها وحين تقع عين الصياد على الفريسة لن تستطيع الهرب تستمتع السحلية بنسختها الخاصة من لدولتشي فيتا من الصعب تخيل ذلك اليوم لكن في بداية القرن الماضي كانت تيتشينو تعاني بشكل منتظم من المجاعة تعني هذه العزلة أن الصناعة والسياحة لم تصل إلى هنا قط وقد جعلت التربة القاحلة الأرض في هذه المنطقة غير صالحة للزراعة والأودية في المناطق النائية كانت تعاني بشكل خاص من الفقر المتقع كان كنز تيتشينو الحقيقي دائماً كامناً في جمال مناظرها على بعد خمسين كيلو متراً من لوغانو فإن واديا ماجيا هو مثال مناسب يستنزف نهر وادي ماجيا معظم ما في جبال الألب في تيتشينو وفي طريقه إلى بحيرة ماجيوري ينقل معه كميات كبيرة من الماء إضافة إلى الحصى والرمال وهذه الصنفرة الطبيعية تبرز الأنماط الفردية والأخديد وتلال الصخور يعد وادي ماجيا أحد أوسع المروج في تيتشينو والضفاف الحصوية الواسعة والغابات السهلية تنشئ بيئة حيوية غنية كل أنواع السحال المحلية الأربعة في سويسرا موجودة هنا في تيتشينو وأكثرها شيوعا سحلية الحائط التي تشتهر بخبرتها في التمويه السحلية الزم الرودية القزحية اللون هي الأكثر لفتا للأنظار إنها أكبر السحال المحلية وهي سعيدة جدا بدفئة تيتشينو مثل جميع الزواحف لا تستطيع السحال تنظيم درجة حرارة أجسامها لذا عليها أن تدفئ نفسها تحت الشمس بانتظام وتعتبر الصخور الدافئة مناسبة لذلك وهناك الكثير منها بجوار النهر تتكافر الحشرات على الماء أيضا لذا هناك وفرة من الغذاء للسحال وهذا يجذب طائر أبي فصادة أيضا إنه بهلوان هوائي استثنائي لا توجد حشرة آمنة بوجود أبي فصادة وهو يحتاج إلى الكثير منها حيث تنتظره صغاره في العش لا يزال ريش طائر أبي فصادة الصغير هذا بني اللون لقد نمى ريشه بالفعل لكن عليه تعلم استراتيجيات الصيد تريه الطيور البالغة كيفية فعل ذلك لا سيما كيفية عدم حشو المنقار كثيرا اشتركوا في القناة في الأيام الحارة تغري المياه الفيروزية الكثير من الناس للسباحة لكن لهذا أخطاره فبعد الأمطار الغزيرة يمكن لمستوى المياه أن يرتفع بسرعة بحيث يتحول نهر ماجيا إلى نهر جارف ويكلف خطره غير المتوقع الكثيرين حياتهم لكن لحسن الحظ فإن قوة المياه تظهر بطرق أخرى على مدى آلاف السنين سقل النهر الأرض والحجارة على طول مساره وحجارة وادي ماجيا تستخدم لتزيين الأرضيات في جميع أنحاء العالم عند التوجه شمالا بعيدا من بحيرة ماجيوري تصبح التضاريس أكثر وعورة وعزلة أبعد الكثير من السكان من هذه المنطقة الوعرة فخلال القرن التاسع عشر هاجرت قرى كثيرة من هنا إلى أمريكا لكن بعد عقود من الزمن عاد المهاجرون بثرواتهم ما أسهم بشكل هائل في التنمية الاقتصادية لتتشينو لم تفتقد الطبيعة وجود البشر إذ نمت غابات بدائية في الجبال بفعل الطبيعة تنمو الزنابق البرية خصوصا في الأراضي الرطبة تحت الأشجار الظليلة هناك صوت مميز لتتشينو إنه هدير الشلالات بعضها لا يظهر إلا في الربيع عند ذوبان الثلوج وبعضها يستمر في الهدير على مدار العام شلال فوروغليو في فالبافونا على سبيل المثال يهبط من على ارتفاع مئة متر على وجه صخرة تتكون قرية فوروغليو التي تحمل اسم الشلال من بيوت صخرية إنها واحدة من القرى الاثنتين عشر في فالبافونا الوادي الذي لا يسكنه أحد إلا في الصيف ففي القرن الخامس عشر أخلى آخر المزارعين هذه الأرض وحتى يومنا هذا لا يعودون إلا في أشهر الصيف الدافئة لرعي مواشيهم واحدة فقط من هذه القرى دخلتها الكهرباء أما بقية القرى فتستخدم الغاز والوقود والألواح الشمسية عند الضرورة هناك طاقة كافية لتلبية احتياجات الجميع نصف الكهرباء المستخدمة في سويسرا تأتي من الطاقة الكهرمائية لاغوري توم وهي في الأصل بحيرة متجمدة تحولت إلى خزان خاص بهذا الغرض قبل مئات عام ينابيع لا تعد ولا تحصى تحمل المياه من الجبال وتضمن امتلاء البحيرة دوما لاغوري توم واحدة من 28 محيرة جبلية في فالبيورا أكبر هضة عالية في تيتشينو إنها على ارتفاع أكثر من ألفي متر فوق مستوى سطح البحر وتشكل موطنا لمجموعة فريدة ومتنوعة من النباتات الألبية بحر من الأزهار من زنبق سامبرونو الأبيض إلى شقائق النعمان الألبية وخصوصاً في الصيف حيث تتلون الحقول وتصبح جناناً مغذية للحشرات والفراشات والنمل أيضاً مولع بحلاوة النباتات فهو يجمع الرحيق من مبايض النباتات ما يساعد على تلقيحها أيضاً نبتة المخلدة تتواجد أمام الحدائق عادة وهي لا تطلب الكثير وسهلة النمو وثمت خرافة رومانية تقول إنها تحمي البيوت من السواعق وثمت ظاهرة أخرى ليست خرافة جذبت العلماء من كافة أنحاء العالم إلى وادي بيورا حيث وجدوا خلال دراساتهم لعينات من بحيرة كادانيو أن فيها ميزة فريدة حيث فيها طبقتان منفصلتان من المياه لا تغتلطان أبداً تعج الطبقة العلوية بالأكسجان وبالحياة لكن قاع البحيرة منطقة مغفرة مليئة بالكبريت وقد ألقت الدراسات المذكورة على البحيرة الضوء على كيفية تكون النفط الخام تحت المحيطات وهو اكتشاف عظيم في بحيرة صغيرة ظل الغطاء النباتي المتنوع في وادي بيورا دوماً موضوع بحث وتوثيق طوال قرون وتعود السجلات الأقدم إلى القرن السابع عشر لكن النظريات العلمية لا تهم الحيوانات المقيمة في الهضبة كل ما يهمها هو الأمور العملية والتي تعني بالنسبة إليها أن القيمة الغذائية العالية للنباتات الجبلية مناسبة جداً لحيوان المرموت تقضي حيوانات المرموت أغلب وقتها في الأكل وهي مستعجلة فأمامها الصيف الألبي فقط لتكون طبقة دهنية تخزن احتياجاتها خلال الشتاء إنها لا تخاطر بالابتعاد أكثر من مئة متر عن جحورها فالخطر الذي يواجهها يأتي من الجو خصوصاً لكن لا ينطبق ذلك على طائر سمنة الصخور ذي الذيل الأحمر الذي يتكاثر بين الشقوق الصخرية تصطاد أنثى طائر الأبلق هذه من أجل فراخها تبني طيور الأبلق أعشاشها تحت الصخور والحصاف المروج لذا فهي الجار الودود لحيوانات المرموت أحد الأسباب الكامنة وراء التنوع الحيواني والنباتي في وادي بيورا هو خصائصه الجيولوجية المميزة حيث تتناوب الصخور البلورية والجيرية في نمط معين ما يوفر أرضية خصبة للنباتات التي توفر بدورها الغذاء والحماية للحيوانات وبالقرب من أشجار الغابات الجبلية تكثر أشجار الصنوبر السويسري وأشجار التنوب وتزدهر بسعادة بجوار بعضها البعض وفي الناحية الأخرى من الوادي يمكن رؤية القمم الأولى لجبال ألب تيتشينو شامخة في السماء هنا الأمر لا يزال يشبه العصر الجليدية في الربيع وعلى ارتفاع نحو 3000 متر تظل درجات الحرارة تحت درجة التجمد لوقت طويل لكن حتى في هذا الشتاء الظاهري الذي لا ينقطع فإن قوة أشعة الشمس تذيب الكتلة السلجية الألبية الضخمة لبث الحياة في الشلالات والينبيع والبحيرات المتجمدة وفيما تنمو أشجار الليمون في جنوب تيتشينو تنمو هذه الظهور الجبلية التي هي أول ما يزهر في الربيع بين الثلوج لزهرة الربيع الشائعة الألبية عش يحميها من البرد ويوفر لها الرطوبة النباتات الخبيرة في التكيف فقط يمكنها أن تنمو هنا مثل الجنطايا وشقائق النعمان الألبية جبال الألب هي قلب سويسرا النابد ومن بين ممرات جوتهاد يظهر شموخ هذه الجبال ومجدها موسيقى 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 اشتركوا في القناة التضاريس الجبلية الوعرة مثالية للوعول يلعق هذا الوعل الملح عن الصخور فمثل الكثير من الحيوانات العاشبة تحتاج الوعول إلى مصدر إضافي للمعادن لنموها والواقع أنه مخطئ من يظن أنها معزولة وحدها في الجبال من هنا يمتد ممر جوتهارد البواب الرئيسة إلى تيتشينو طوال قرون ظل عبور جبال الألب مسألة صعبة وكان الأمر يستغرق خمسين ساعة للوصول من بازل إلى تيتشينو على متن العربات لكن مع بناء نفق السكة الحديدية أنشئ رابط أخيراً بين هذه المناطق وبقية البلاد واليوم يضمن نفق جوتهارد رحلة أسرع إلى الجنوب وقد بات ممر جوتهارد القديم تريمولا موقعاً تراثياً ولا يزال مفضلاً لدى السياح الذين يفضلون الاستمتاع بالمناظر بدلاً من الوصول إلى وجهتهم بسرعة يشكل جوتهارد حاجزاً ضد الرياح الشمالية الباردة لكن الغيوم المطيرة القادمة من الجنوب تفرغ حمولتها قبل عبور جبال الألب وهذا ما يجعل تيتشينو أحد أكثر كانتونات سويسرا رطوبة إذ تغطل الأمطار هنا ضعف معدل هطولها في الزرخ ومع ذلك لا تسمح حيوانات المرموط للتقس السيء بأن يتدخل في عملها الأساسي إنها تتناول متطلباتها من السوائل مع تناولها لطعامها أي إنها لا تحتاج إلى الشرب ثمت خليط مناسب من العصرات في سوق هذه النباتات الشوكية وهي ليست شائكة إلى ذلك الحد الكبير حيوانات المرموط اجتماعية جدا إذ تعيش في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى عشرين يحيي بعضها بعضا عن طريق فرق الأنوف ويمكنها ذلك من التعارف واكتشاف إن كانت بينها قرابة تحدث ألعاب المشاجرات في أفضل العائلات مامارو جوتهارد جزء من مستجمع المياه الأوروبي الذي هو إلى جانب أنهر الراين والريوس والرون ما يشكل مصدرا لمياه نهر التتشينو الذي يعطي اسمه للكانتون وفي جنوب شرق الكتلة الجبالية تقع أعلى المراعي في التتشينو حيث تقضي الماشية الصيفة بطوله في هذه المرتفعات الرائعة لكن عدد المزارعين في المرتفعات يتناقص باستمرار إذ أصبحت تكلفة إدارة مزارعهم مرتفعة ونتيجة لذلك انتشرت الشجيرات وتعدت على المروج ما يعرض التنوع البيولوجي للخطر ويجب إدارة هذه الأراضي بطريقة جيدة لمنع الشجيرات والأشجار من الانتشار تعد دوترا ألب مثالاً على كيفية تعايش الزراعة مع الطبيعة في انسجام عندما يجزون العشبة مرة كل عامين يتطوع أشخاص لمساعدتهم على الحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي والحيواني وتعتبر التربة الحمضية بعض الشيء الموئلة المناسب لجميع أنواع أزهار الصحلب البري هذه المراع البكر موطن لحشرات متنوعة موسيقى 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 تعشق الفراشات اللؤلؤية الصغيرة الشمس وإن كانت الحرارة منخفضة في الأسفل تتوجه نحو المرتفعات قدراتها التسلقية غير عادية موسيقى في الأعلى تجلس الفراشة تحت أشعة الشمس وما إن تتدفأ بما يكفي حتى تنطلق وتطير مجددا موسيقى موسيقى لكن الحياة في المروج ليست كلها مشمسة وسعيدة فشباك عناكب البلوت شراك موت موضوع بذكاء موسيقى موسيقى عناكب البلوت كائنات صيادة من طريق الكماء حيث تهتز الشبكة فوراً تعلق عليها حشرة موسيقى جيس بكمها الذي يحلل الأعضاء والأنسجة الداخلية ويحولها إلى لب موسيقى موسيقى تلف الفريسة بعناية وتأخذ إلى بيت العنكبوت موسيقى وعندما تشعر العنكبوت ببعض الجوع تنتص مخزون الفرائس لديها سمت خطر مختلف تماما في سيلفاسيكا أكبر غابة صنوبر سويسري في جنوب الألب إذ كان اللصوص يكمنون للمسافرين في الطريق ويسرقونهم لذا لم يكن أحد يخاطر بدخول الغابة وكان هذا نعمة للأشجار حيث قطعت أشجار الصنوبر السويسري في أنحاء سويسرا الأخرى من أجل أخشابها الثمينة لكن في سيلفاسيكا نجت هذه الأشجار الصنوبر السويسري الذي يعرف أيضا بصنوبر أرولا يصمد أمام الظروف القاسية إنها أكثر الأشجار مرونة في الكوكب وإذا تركت وشأنها يمكنها أن تعيش حتى ألف عام يتدفق نهر برينر عبر الغابة شاقا طريقه عبر الصخور نحو الجنوب يمر النهر عبر مناظر طبيعية خلابة ثم يمر عبر وادي بلينو هناك في الجنوب ما يدعى بوادي الشمس حيث تغمره أشعة الشمس من دون عائق تشتهر المنطقة بأشجار الكستناء لفترة طويلة كانت أهم أشجار المنطقة في تيتشينو كانت ثمارها مصدرا مهما لغذاء الحيوانات والبشر وكان خشبها مصدرا للوقود ولمواد البناء حتى العنب ينمو في وادي بلينو لكن المنطقة الرئيسة لزراعة العنب الفاخر تقع في جنوب تيتشينو تشتهر سوتو تشينيري بكرومها إذ تعرف بأنها أكثر أركان تيتشينو تعرضا للشمس وهي تغطي المنطقة المحيطة بلوغانو بالإضافة إلى الأودية الجنوبية لماندريسيوتو بحيرة لوغانو هي نقطة الجذب الرئيسة في المنطقة تكونت خلال العصر الجليدي من خلال التقاء نهرين جليديين وعندما ذابت مياههما تكونت بحيرة على شكل شوكة على طول ضفافها تظهر قرى رائعة على سفوح التلال موركوتو هي إحدى هذه القرى وكانت سابقا أحد أهم موانئ التجارة بين سويسرا وإيطاليا ولا يزال هناك نشاط تجاري كبير حول البحيرة وقد أصبحت لوغانو ثالثة أكبر مدينة مالية في سويسرا والحركة من وإلى المدينة نشطة لكن خلف الجبال المغطات بالغابات وفي سفوح جبال الألب الأخيرة ليس هناك أثر لكل ذلك الصخب هنا في القسم الجنوبي من سويسرا تقع إحدى أبرز المناطق السويسرية غير المعروفة إنه وادي موجيو تشكل أشجار الزان القديمة غابات كثيفة وبالنسبة إلى بعض الكائنات ليست الأشجار الرائعة هي ما يجذبها بل الخشب الميت أشجار الزان الميت عامل مهم في حياة إحدى أكثر الخنافس ندرة في أوروبا الخنفساء الطويلة القرون بعيدا من لونها الأزرق الصافي فإن أهم ميزة في هذه الخنفساء هي قرناها الطويلان القادران على الاستشعار عند ذكورها قرنا الاستشعار أطول من جسم ذكر كاملا وهما أهم أدوات التوجيه لديها تحتاج أدوات الاستشعار الحساسة هذه إلى عناية شديدة مهمة الأنثى هي البحث عن مكان مناسب لوضع بيضها وهي تضع البيض في شقوق الخشب الميت ويفضل أن يكون خشب الزان أما متوسط عمر الخنفساء الأوروبية ذات القرنين الطويلين فيبلغ بضعة أسابيع فقط ومن ناحية أخرى يتطلب الأمر بالنسبة إلى اليرقى أربع سنوات لتتحول إلى خنفساء كاملة ما يعني أنه من المهم بالنسبة إليها كي تعيش أن تظل حضانتها من الخشب الميت معزولة لا يشويش عليها شيء هذه الخنفساء موجودة منذ العصر الجليدي لكن كيف كان يبدو العالم في ذلك الحين قبل أن يسيطر البشر على العالم؟ بعض الإجابات في مضيق بريجيا حفرت يوميات أثرية من خلال النهر مع الوقت شق نهر بريجيا طريقه عبر الصخور كاشفاً عن طبقات وآثار تعود إلى 200 مليون عام وهناك أحافير أخرى في الصخور وهي توفر معلومات عن تاريخ الأرض والتغيرات المناخية عبر آلاف السنين توضح بدقة كيفية تشكل المنطقة في الوقت الذي لم تكن فيه جبال الألب كما نعرفها اليوم موجودة أصلاً بل كانت تحت القشرة الأرضية بألاف الأنتار أو في قيعان المحيطات القديمة وفي عام 2001 افتتح أول متنزه جيولوجي سويسري هنا وعلى طول مسار بطول كيلومتر ونصف يستطيع الزوار الذهاب في رحلة إلى الماضي أشاهد على كل ذلك هو جبل جيني روسو فخلال العصر الجليدي كانت قمة هذا الجبل تبرز بين الدرع الجليدية فيما يشبه نونة تاك ويمكن وصفها بسفينة نوح إذ هي التي مكنت الحيوانات والنباتات من الصمود هنا خلال العصر الجليدي لا تزال بعض النباتات تنمو هنا مثل هذا النوع من الفوانيا البرية إنها نادرة للغاية ولا يمكن العثور عليها إلا في مناطق قليلة من سويسرا وفي شهري مايو ويونيو تظهر بكامل أبهتها وهناك كائنات أكثر شيوعا وموجودة على مدار العام وهي غزلان الشامواء إذ تعيش 350 منها في جبل جيني روسو وحده ليست الجبال الشديدة لانحدار مشكلة بالنسبة إليها فأضلافها مرينة ذات نعل مبطن يمنحها الثقة والثبات أثناء التنقل في هذه التضاريس أما غذاؤها الأساسي فيتكون من الأعشاب والحشائش وهي مستعدة للوصول إلى أي ارتفاع للحصول عليها ورغم أنها خجول عادة فإن غزلان الشامواء في جبل جيني روسو معتادة على البشر ويمكن رؤيتها كثيرا وبالنسبة إلى رؤية أحد الكائنات البرية الأخرى فإن ذلك يحتاج إلى بعض الحم ثمت قطيع من خيول هافلينجر البرية تعيش في جبل جيني روسو لا تعرف هذه الخيول السرج أو اللجام ومنذ وفاة مالكها الذي كان مزارعا جبليا صارت تجول عبر مروج جبل جيني روسو وخلال الشتاء القاسي في عام 2008 قادها الجوع إلى الوادي ولم يسر أهل القرى هناك بظهور خيول برية فجأة في حقولهم وحدائقهم وحتى مقابرهم لتأكل كل ما تراه أمامها كانت هناك مطالبات بأسرها أو قتلها لكن ناشطي حماية الحيوان ناضلوا من أجلها ومنذ ذلك الحين يقبض على الخيول وتوضع في الإستبلات خلال الشتاء ويطلق سراحها مجددا في الصيف يبلغ عددها اليوم خمسة وعشرين جوادا والواقع أن خيول هافلينجر قوية ولا تريد شيئا مدام لديها ما يكفي من الطعام كما أنها تضمن عدم انتشار النباتات الضرة في المروج وعلى الرغم من أن هذه الحيوانات ليست في حقيقتها حيوانات برية فإنه يسمح لها بالحفاظ على طبيعتها البرية والاستمتاع بحريتها في الصيف إلى أقصى حد من رموز الحرية الحقيقية في هذه الأرجاء طيور سمامة الصرود وطيور السمامة العادية وهي تقضي حياتها في الجو يمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة تصل إلى عشرة أشهر حيث تنام وتتكاثر وتلتقط الحشرات تستخدم هذه الطيور التيارات الهوائية لتظل نحمولة وتوفر طاقتها وهي تهبط فقط لاحتضان صغارها في الخريف تتوجه إلى أفريقيا حيث تقضي الشتاء تحتاج الطيور المهاجرة إلى نقاط توقف آمنة خلال رحلتها الطويلة وكثير من هذه النقاط توجد في بوليدي ماجدينو وهي محمية طبيعية على ضفاف بحيرة ماجيوري مرت عدة أسابيع الغابات الطينية والمستنقعات باتت الآن متألقة بالألوان لما شمل أنثى طائر الغطاص المتوج الكبير حيث فقصت بيودها وانتشرت الفراخ المعروفة هنا ببولي يمكن لزوجي هذه الطيور أن يفقص حتى ستة فراخ ولم يعش من فراخ هذا الزوج إلا واحد والبقية ستكون فريسة للطيور أو الأسماك المفترسة يوفر الأبوان دفقا مستمرا من الأسماك الصغيرة للصغار ومثل كثير من صغار الكائنات فإن شهية هذه الفراخ لا تشبع الحصول على مهارة التغذية الصحيحة أمر صعب للغاية فهذه الأسماك زلقة جدا لحسن الحظ هناك الكثير من الفرص للتدريب وفي الأسابيع القليلة الأولى تحمل الفراخ على ظهور آبائها طيور الغطاز طيور تعتمد على أنفسها ويمكنها السباحة مباشرة بعد فقسها يطعم الآباء الصغار الأسماك والريش والريش لحماية بطونها من عظام الأسماك الحادة وتقوم الطيور البالغة بسحب جزء من ريشها الخاص لهذا الغرض بوسع الفراخ أن تغتصى مبكرا أيضا وبالرغم من هذه الاستقلالية فإن الحياة مع الأم أكثر راحة ويمثل التسلق تحديا حقيقيا لا يمكن لريش الطيور أن يحميها من كل المخاطر لكنه يؤمن الدفء والراحة للفراخ لطيور الغراء ذرية أيضا وتكون رؤوس الفراخ بلون أحمر لافت وهي أيضا يمكنها الاعتماد على نفسها منذ تفقيسها لكنها تبقى مع آبائها في أشهرها الأولى ومستنقعات بولو دي ماجادينو ليست مثالية لتكاثر الطيور فحسب بل للذباب والبعود أيضا وهذا مثالي لطيور خطاف المخازن فهي لا تأتي إلى هنا إلا للصيد فقط وأعشاشها تكون عادة قريبة من البشر وفي السابق كانت تبني أعشاشها في المخازن وقد أخذت اسمها من ذلك إنها بحق ملوك السماء هنا على بعد بضعة كيلومترات من لوغانو الحيوية يمكن للمرء أن يجد عالما مختلفا تماما المناطق البرية بالقرب من المرابع السياحية والشبال الوعرة والبحيرات الرائعة ذلكم هو ما يجعل تيتشينو ما هي عليه الآن كانتون التناقضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر